أهلاً وسهلاً فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يوميات خبير قهوة من منصة مابت فورورد وتحية لرعاة حلقتنا لليوم كوفي نت من أجود من موردين لأجود أنواع القهوة الكولومبية إذا حابين تتواصلوا معاهم وتحصلوا على عينات من أفخر أنواع القهوة لا تترددوا هتلاقوا كل التفاصيل موجودة في الملاحظات اليوم نتكلم مع لي عن موضوع التدريب كثير من الناس يتساءلوا خصوصاً أصحاب المقاهي أنه ندرب الموظفين عندنا البارستة ونستثمر في تدريبهم ولكن يجلسوا أسبوعين شهرين ثلاث أشهر وبعدين يتركونا حتى ستة أشهر يعني مجرد الواحد أنه استثمر في برنامج تدريبي للموظف عنده وبعدين الموظف في النهاية ما رح يعني هذا التدريب ما رح يعود على المنشأة نفسها بنفس الاستثمار اللي أنا حطيته فيه في هذا الموظف فايش قولك في هذا الموضوع؟ ما نعود نرجع على الثقافة إذا واحد عم يشتغل ما هو بس جاي على المشروع تبعك يتعلم وحد اللي بيلاقي سبب يظل بالمشروع هاي الثقافة إذا الثقافة حلوي والثقافة الشيء الواحد متطابقة مع قيمه يعني الثقافة متطابقة مع القيم ما رح يترك ما عنده سبب يترك إذا عم يظل يتعلم وعم يظل يكون مبسوط وحابب الزباين وحابب موظفين معه الشو السبب يترك إذا المصاري كمان تمام ليش بده يترك؟ ممكن يترك لأنه في فكرة عندنا أنه وظيفة البارستة بس وظيفة مؤقتة يعني ممكن مثلا أنا طالبة جامعية خلال فترة دراستي أشتغل كبارستة بعدين لما أخلص بشتغل بتخصصي أنا يعني ما أبغى أشتغل بارستة بس بارستة كانت عشان مثلا أنا محتاجة فلوس أو أبغى أشتغل عشان أنا الآن يعني عندي مدرسة أو عندي جامعة بعدين لما أخلص راح أشتغل بتخصصي اللي قعدت يعني أدرس فيه وقت طويل بس هذا بالانتفيو لازم الواحد يقدر يسأل كل السؤالات اللي لازمين عشان الواحد يتجمع افتكارات عن الواحد اللي عم يقدم على الشغل فكرة فكرة ايه مو تساؤلات أسئلة أسئلة شكرا شكرا ما في مدرسة شكرا أسئلة الأسئلة يعني واحد لازم يسأل الأسئلة المهمة جدا عشان يصير عنده انطباع عن هذا الموظف اللي هيشتغل معاه في الفريق وأنا كمان أبغى أضيف لهذا الموضوع أنه مو كل شخص لازم تدرب وتدريب تستثمر فيه بمبالغ مهولة يعني فيه ناس أنت عارف مثلا هذا الشخص هيكون معاك سنتين ثلاثة أربعة أو يعني شخص يستحق أنه الواحد يستثمر فيه بس مثلا لما يكون شخص تاني هو عارف أنه ما هيجلس عندك غير فترة معينة فلازم إحنا نعرف أنه نوظف البرامج التدريبية لكل شخص على حسب اللي يناسبه على حسب المكان اللي هو والمهام اللي هو قاعد يتحملها ومسؤول عنها في المقا أو في المشروع عندنا يعني مو كل شخص مفروض يتدرب زي الآخرين نفس التدريب على نفس المستوى ولا مثلا بتعمق أكثر فعشان كذا لازم نعلمه بس كمان برضو فيه نقطة اللي هذه كثير ناس يسألوا عنها اللي مثلا ممكن شخص يجي يتدرب عندك ويأخذ كل المعلومات ويروح عرفتي إذا فيه ريسيبيز بس عوين رايح وعوين رايح إشو السبب علاش بدي يروح هم محل ثاني إذا رايح إذا رايح لا يفتح محلو أوكي راح يفتح محلو بس آمت يعني بدي يجي مثلا سارة انت بديك تفتحي محلك إن شاء الله هنقريب إن شاء الله إن شاء الله بس إنت إذا حد يجي بدي يشتغل عندك بدي يظل عندك شهرين ثلاث عشان بدي يروح يفتح محلو يعني إنت بتعرفه إنه ما حدي راح يترك اليوم يفتح محلو بكرة ما هو غادر يعني كم أحد يقول لك حروح أفتح محلي بعد ثلاث سنوات قادمة هذه الميزة فيها إنه يعني لما أحد يقول لي أنا جاي هنا أشتغل يعني يمكن هذا شوية إحنا بنبالغ في الخوف لأنه فعليا الواحد لما يفكر يفتح مشروعه ما حدا يقدر يفتح مشروعه بكرة أيوة يعني بدو سني على الأيلي بدو سني فعلا وإذا أنا صاحبة المحل دائما أطور في مشروعي فحتى لو هو تركني وراح يفتح فأنا قاعدة أطور بشكل مستمر فليش الخوف يعني وبعدين مثلا في أشياء أنا عارفة يعني هي من خصوصيات المحل يعني مثلا وصفات معينة هذا كمان يرجع لاختيارنا للموظف يعني من البداية هل هذا الشخص أنا ممكن أثق فيه ممكن مثلا أعطيله الوصفات أو أنا ممكن أخلي الوصفات أشياء جاهزة أنه ما يعرفوها الموظفين بس يعني في حلول أنه إحنا متخوفين كثير من هذا الموضوع حيأخذ الأسرار وحيسيبني دخيل الأسرار يعني إشه هي قهوي ما هي أسرار أنه إشه هي الفرق بين 20 غرام و 18 غرام هذي سر؟ ده موسر بس فيه ناس يعني يقصدهم على مثلا وصفة مثلا سيجنتشر درينك عرفتي يعني مشروب خاص أو كده يعني طيب إذا بدك تروحي تفتحي محل وتاخذي من الوصفات من كل غير محل ما حد رح يجل عندك يعني ما هو it's not authentic خليه نروحه هي الشغلة الصعبة للواحد ينقل الموظفين إنه اللائموظفين they deserve it's a good fee it's the hardest thing in running a business to find the right place أصعب شيء يعني أصعب شيء في البزنس إنه تبحثي وتلاقي الأشخاص أو تلاقي يعني سواء كنت رجل أو إمرأة صاحب مشروع إنه تلاقي الناس الكفأ المناسبين المتوافقين مع فكرة مشروعك ومع المشروع بشكل كامل فهذه من أصعب الأشياء فإحنا ما نبغى نقول إنه الموضوع سهل صعب بس إحنا الآن نبالغ في التخوف اللي عندنا إنه سره حياخذه إذا أنا إنسان مبدع فما رح يهمني أحد ياخذ وصفاتي وكذا لأنه في النهاية أقدر أسوي وصفات غيرها أقدر أطور في الوصفات وكمان حيفرق يعني مثلا لو أنا عندي وصفة وعندي مقادير معينة شخص الثاني ممكن يروح ويجيب المقادير ثانية منتجات أخرى تكون أقل جودة ما رح يطلع نفس النتيجة ما هو نفس الشي أدمر وبعدين هي كله مع بعض باكج يعني مين إيش المحل إيش يقدم إسم المحل الوصفات اللي عنده إيش الأسعار إيش كله مستحيل بالضب مستحيل شخص ينقلها كامل يعني هي أنا هي عشرين سنة عم يشتغل بالقهوة وبظل شوف هالخوف كل مشروع إذا بروح زوره أما كنت عم يشتغل فيه بشوف عالم يحكوا عن هالخوف إنه ما بد المظافين تبعي يروحوا يشتغل عند غيري طيب إذا ما بدك حدي يترك سأل المظافين إيشه بدك عشان تضل هون اللي عادة ما هي شغلة فلوس ما هو فلوس اللي بيخلي الواحد يظل بمشروع هي الإحساس هي الثقافة هي الناس اللي عم يشتغل معهم كله هالشغلات اللي بيخلي الواحد يقدم يفيء كل النهار ويقول إنه أنا مبسوط رايح عالشغل صحيح وفيه كمان كثير من الناس اللي عرفهم وإنا واحدة منهم يعني أنا تركت شهادتي وتخصصي الجامعي وأنتي كمان أنا كمان ودخلت في عالم القهوة واستمرين إن شاء الله وحنستمر بإذن الله فيعني الواحد لا يتخوف من هذا الشيء فعلا الشخص اللي اللي زي ما قلتي جدفت للمحل حقك الشخص اللي فعلا يستحق ويكون معاكم في الفريق حيظل الشخص اللي ما يستحق ما هيكون موجود والشيء الثاني أو الزيادة يعني فوق هذا كمان إنه إحنا الآن حتى هذه الفلوس اللي بنستثمر في تدريب الكفاءات الشبابية اللي عندنا إحنا بنستثمر في شباب وبنات فيعني فلوس مش ضايعة يعني بالعكس إحنا هذول كلهم شباب وبنات البلد والناس اللي بنعيش معاهم فهذا للمجتمع كامل ليش ما يعني نقدم جزء بسيط إنه نستثمر فيهم خليهم يروحوا مكان ثاني ويقدموا شيء أحسن ليش لا إحنا بنساهم بنساهم بإنه يكون عندنا كفاءات محلية وشبابية فعلاً نفخر فيها فعني هذا وجهة نظري حلو كثير في أقول شيء للأخر معلش أي تفضلي إذا مسؤول مشروع عم بيلاقي إنه كل واحد من الموظفين وعم يترك بعد شهر شهرين ما لازم يظل يقول إنه هذول الموظفين هن الغلط لازم يطلع ويسأل السؤال ليش كل اللي موظفين عم يروحوا صحيح لأنه إذا موظف ما عم يظل ست شهر سني وكل الموظفين عم يتركوا بعد شهر هذا فيه غلط بالمشروع صحيح صحيح فلابد إنه إحنا نراجع أنفسنا ونشوف يكون بيننا وبين كل شخص في المشروع تواصل أكثر وتواصل فعال عشان نقدر نوصل لنتائج هذا اللي أنا استشفيته من كل الكلام اللي كنا كل مرة نتكلم ونتكلم على نفس الموضوع كيف نتواصل مع بعض صح؟ صح وهذا الشيء تكلمناه كمان في المجموعات إنه communication إحنا ينقصنا في حلقات ناقصة في طريقتنا في التواصل مع الآخرين فهذا الشيء اللي لازم نشتغل عليه فعلياً مو نشتغل على كيف نخليهم يفضلوا أما عشرين غرام أما بالضبط يعني فعلياً إحنا لازم نفكر كيف يصير بيننا وبين فريق العمل تواصل فعال كيف نبني هذه الثقافة كيف نطبقها كيف نجيب الناس اللي يتوافقوا مع المشروع عندنا وكيف يستمر هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة حلو حلو سارة يعطيك العافي شفتي إيش رأيك بأخر جملتين كذا في الكلام وفي نهاية حلقتنا بتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر